نجي للفصل الثاني بنتكلم الفصل الثاني عن طرق تغذية المرضى أنا عندي ثلاث طرق أساسية في تغذية المرضى يا إما فمية طريقة الأولى دي فمية وبعدين الثانية أمبوبية والثالثة التغذية الوردية تمام؟ يبقى الأولى فمية من اسمها فمية دي طريقة المسلة منقول عليها الطريقة المسلة لإن ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق أهنة وبعدين نلجأ لها لما يكون المريض قادر على المضغ والبلغ وجهازه الهضم سليم يبقى أول حاجة في الفمية إن المريض يكون عنده قدرة على المضغ يقدر يمضغ ما عندوش مشكلة في البلغ ما فيش حاجة جاء فيش حاجة قفلة الممر ده وبعدين الحاجة الثالثة جهازه الهضم سليم الهضم إيه سليم؟ خلاص؟ يبقى بالجأ للتغذية الفمية لما يكون المريض عندي عنده قدرة على المضغ والبلغ وجهازه الهضم سليم طيب الأنبوبية لأ لو كان المريض مش قادر على تناول الطعام بالفم وجهازه الهضم سليم يعني عنده مشكلة عنده مشكلة في المضغ وعنده مشكلة في البلغ لكن جهازه الهضم إيه سليم يبقى التغذية الأنبوبية بلجأ لها إذا كان المريض عنده مشكلة في الفم يعني في المضغ وفي البلغ تمام؟ وجهازه الهضم سليم يعني عملية الهضم بتتم بشكل جيد فهلجأ للتغذية الأنبوبية طيب التغذية الوردية هلجأ لها إذا كان المريض غير قادر على تناول الطعام بالفم وعنده موانع إن أنا أستخدم التغذية الأنبوبية يبقى ده غير قادر غير قادر على التغذية بالفم لأي سبب من الأسباب وفي نفس الوقت التغذية الأنبوبية بالنسبة له مش قادر فيه موانع بالنسبة لها مش هقدر يستخدمها ولما نوصل لها هنعرف إيه التفاصيل بتاعتها يبقى التلاتة بسهولة جدا فمية وديه الطريقة المسلى ومنستخدمها في المرضى العديل اللي ما عنده مش أي مشاكل وعنده كل الماس يعرف يمضغ ويبلع جهازه الهضم سليم ما عندهش أي مشكلة أنبوبية عنده مشكلة في الهضم والبلع في حركب أنبوبة بس جهازه الهضم سليم هيقوم بعملية الهضم من غير مشاكل الوردية لأ ولا قادر يبلع ولا قادر يمضغ يعني عنده مشكلة في الفمية تمام وفي نفس الوقت أنا عندي موانع موانع تمنع إن أنا أستخدم التغذية الأنبوبية إيه بقى التغذية الفمية نجي بقى للتغذية الفمية تغذية الفمية أو الأورال فيدينج دي بتنسمها إلى مجموعتين أساسية الأول حاجة الروتينية اللي دي بتتم بطريقة يومية عشان كسرة استخدامها والعلاجية ودي بنحضرها تبع لحالة المريض تمام؟ يبقى الفمية دي عندي روتينية روتينية دي كل الناس بنستخدمها يعني بشكل روتيني أو علاجية وهي دي اللي حنستخدمها إيه لبعض المرضى اللي حنعمل لهم تعديل نجي للروتيني الروتيني ده فيه اعتيادي فيه الغذاء الاعتيادي الغذاء الاعتيادي أو المعدل القوام المعدل المعدل القوام خلاص؟ يبقى الروتينية فيها نوعين الغذاء الاعتيادي أو معدل القوام المعدل القوام ده في الغذاء اللين وبعدين السائل الكامل والسائل الرائق السائل الرائق ثاني يبقى التغذية الفمية في عندي بنقسمها إلى نوعين أساسيين تغذية روتينية ودي بتتم بشكل روتيني أو علاجية فيها تعديل للعناصر الغذائية طب الروتينية دي بنقسمها نرجع نقسمها تاني غذاء اهتيادي وغذاء معدل القوام معدل القوام ده في منه السائل الكامل وفي منه اللين والسائل الكامل والسائل الرائق تمام طيب نيجي بقى للغذاء الاهتيادي ده بنسميه كده بالاسم ده أو بالغذاء الاهتيادي ده غذاء طبيعي ده بنطلق عليه الغذاء الطبيعي أو الغذاء العام وده أكتر الأغذية الروتينية استخدام الليل إن كل الناس بتستخدموا وحنا في المستشفى كل المرضى الاعتيادي بالإضافة لكل العاملين في المستشفى بمختلف فئاتهم بنستخدم الغذاء الاعتيادي عشان كده بنسميه الطبيعي أو العام يبقى يطلق على الغذاء الاعتيادي ده إيه الطبيعي أو العام خلاص وبعدين كل الناس أو هو أكثر الأنواع استخداما طبعا فيه كل العناصر الغذائية اللي لازمة لشخص السليم وممكن نستخدم فيه توصيات الدليل الغذاء الهرامي لإن أنا مش محتاجة تعديل فيه الحالات اللي أنا بستخدم فيها الغذاء الاعتيادي الحالات اللي بستخدم فيها الغذاء الاعتيادي أول حاجة المرضى اللي مش محتاجين أي تعديل غذائي مش محتاجة أي تعديل تمام بعد كده العاملين في المستشفى العاملين في المستشفى ثلاثة المرافقين للمرضى خلاص طيب إيه الأغذية؟ كل الأغذية معادة اللي ما بيحبوش المريض يبقى كل الأغذية مسموحة معادة الأغذية اللي المريض ما بيحبهاش نيجي بقى للتغذية المعدلة اللي هو النوع التاني المعدل القوام معدلة القوام احنا خدنا الاعتيادي أو الطبيعي وبعدين النوع التاني في الروتيني اللي هو معدل القوام من اسمها هي هي عبارة عن غذاء اعتيادي لكن هنراعي في بعض الحاجات هعدل القوام بتاعه لأي سبب من الأسباب عند المريض عنده مشكلة في البل عنده مشكلة في عملية الماض هبدأ أعدله الكلام أول حاجة الغذاء الليين وده بنسميه soft diet غذاء الليين أو soft diet تمام؟ ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن غذاء اعتيادي بس إحنا هنراعي فيه إنه يكون طري وسهل وسهل طري وسهل الهض تمام؟ طري وسهل المضغ والهض وده بنختار أغذية قليلة الألياف ومن لما اختار لحوم باختار لحوم اللابنة اللحوم الصغيرة اللي مفهاش ألياف كتير وده غذاء بيوفر كل العناصر الغذائية اللي لازمة لكن بقدمه على صورتين يا إما صورة لينة صورة لينة يعني طرية أو لين مهروس تمام؟ طيب إيه اللي أنا هراعي فيه؟ طبعا بالنسبة ليه المهروس حطحن أو ههرسه أو حفرمه فيه الخلاط عشان أسهل بلعه بالنسبة ليه الحالات اللي احنا بنوصي بيها الغذاء الليين أي حد عنده مشاكل في المضغ مش عارف يمضغ سواء بقى مش فيه أسنان أو مركب طقم أسنان أو طقم الأسنان اللي موجود غير مناسب أو عامل أي جراحات في الفم والأسنان الحاجة التانية لو احنا عندنا اضطرابات في القناة الهضمية اضطرابات بسيطة في فتاة النقاها من الأمراض المعدية الجسم بأمونها جداً وبالتالي بنقدم له أكل بشورة سهلة وبسيطة عشان ما يجهدش المريض بعد العمليات بقى كغذاء انتقالي بين السائل الكامل والغذاء الاعتيادي بعد العملية أنا بدي سائل رائق وبعديها سائل كامل وبعد كده بدي الليين ولما الحالة تتحسن خالص بديها الاعتيادي فهو مرحلة انتقالية بين السائل الكامل اللي احنا نشرحه بعد كده وبين الغذاء الاعتيادي الأغذية اللي مسموح بيها طبعاً كل السوائل مسموح بيها الخبز والحبوب اللي هي مصنوعة من دقيق الأبيض ليه؟ احنا قلنا نخفف نسبة الألياف اللي موجودة وبالتالي برضو عندنا الكيكات والبسكوتات طبعاً الكيكات السادة اللي هي مش بنضافوا عليها حاجات ممكن الموز بس اللي يكون مستوي الموز الناضج والفواكه هنطهيها عشان نقلل برضو نسبة الألياف وحتكون بدون قشر كل ده عشان نقلل نسب الألياف فاكهة لو فيها بزور برضو حاشلها يبقى أنا هدي الفاكهة الموز يكون مستوي قوي ناضج عشان نسب الألياف والفواكه هنقشرها وحنطهيها كمان هتبقى من غير قشر ومن غير بزر بالنسبة للخضرات هشوف الخضرات اللي هي قليلة الألياف وبرضو هنعمل عملية طهوي لها والخضرات اللي هي محتاجة تأشير هنقشرها طبعاً الحليب ومنتجاته اللحم المفرومة والطرية والبيض ممكن أضيف زيت أو مايونيز مفيش أي مشكلة نهائي خلاص ده الغذاء الليين ايه اللي غير مسموح احنا عملين دلوقتي نقول مش عايزين أليافي يبقى الألياف هي اللي مش مسموحة الأغذية اللي عالية في الألياف جداً هي اللي مش مسموحة ايه الأغذية بقى؟ وخلينا نبقى عارفينها كويس جداً اللي غير عالية في الألياف الخضروات معظم الخضروات الفكهة الحبوب الكاملة والبقول كل دول غنيين جداً بالألياف وبالتالي هنقللهم في الليين يبقى الأغذية عالية الألياف زي الخضروات والفكهة والحبوب الكاملة والبقول دي غير مسموحة نيجي بقى للنوع التاني الغذاء السائل الكامل ده تاني واحد في الروتيني بنكمل في الروتيني واحنا قلنا المعدل القوام أخدنا منه اللين وتاني حاجة السائل الكامل بنسمه سائل كامل اللي هو الفوليكو الدايت ده بنحور الغذاء الاعتيادي عشان في القوام بتاعه طبعاً عشان يكون سائل وده بيتكون من الأغذية السائلة في درجة حرارة الغرفة وأهمها طبعاً الحليب لكن الحليب هيبقى ناقص في حاجتين وده بيجينا أسئلة كتيرة فيها وبيوفر معظم العناصر الغذائية لكن ناقص الألياف وكمان الحديد يبقى الحليب ناقص في دول في الألياف وفي الحديد لكنه بيوفر معظم العناصر الغذائية يبقى السائل الكامل ده سائل في درجة حرارة الغرفة درجة حرارة الغرفة معظم السوائل بنستخدم معظم السوائل وهو غذاء اعتيادي بنحوره عشان يتحول إلى سائل في القوام بتاعه وأكتر حاجة بنستخدمها الحليب ليه؟ لأنه بيوفر لنا معظم العناصر الغذائية مع عدى الألياف والحديد تمام؟ الحالات اللي أنا بستخدمها إذا عندي أنا بحاول للأتيادي لسائل معنى كده إن أنا عندي مشكلة في المضغ المضغ والبلع في عندي صعوبة صعوبة مضغ وبلع في عندي اضطرابات في القناة الهضمية وعدم تحمل الغذاء الجاف التهابات حادة حميات بعد العمليات بعد العمليات بعد مين؟ أنا بعد العملية مباشرة أول ما يسمح للمريض إن هو يأكل أو اللي عملله عملية بديله غذاء رائق تمام؟ يبقى معنى كده إن السائل الكامل ده مرحلة انتقالية بعد الرائق وبين اللين يعني هو هنا كده إيه؟ السائل الكامل الكامل ودي الرائق أهو بعد العمليات مباشرة هدي سائل الرائق بعد كده السائل الكامل وبعد كده اللين إذن هو مرحلة انتقالية بين السائل الرائق وبين اللين الحالات اللي احنا مش نديها السائل الكامل أنا بعتمد على الحليب يبقى الناس اللي هي عندهم عدم تحمل لاكتوز عشان أنا بعتمد على الحليب بشكل أساسي أو ممكن أبدله بداء الحليب بشوف حليب مفهوش لاكتوز بعد كده الحالات اللي هي عندها مستويات عالية من الكوليستيرول في الدم عشان خاطر اللبن برضو غنيف الكوليستيرول لبا دي الحالات اللي أنا مبدهاش سائل كامل معتمد على الألبان أنا أقدر أعمل سائل كامل غير معتمد على الألبان أو عدله في الحالات اللي أنا محتاجة الأغذية المسموحة كل الجميع السوائل مسموحة السوائل الرائقة اللي هي مفهاش نسب ألياف اللي أكل لأنواع الحليب الأيس كريم الكاسترد الحساء المصفة يعني إيه يعني ممكن أعمل شربة خضار وبعدين أصفيها شربة لحم عصيد فواكب وخضروات حبوب مطبوخة وصفيها كل ده مصفوح به المهم أن أنا أتخلص من نسب الألياف العالية اللي موجودة وفي نفس الوقت أحول الغذاء الاعتيادي ده إلى سائل بأي طريقة من الطرق ما باستخدمش الغذاء ده لمدة طويلة ليه يعني أنا ماينفعش نستخدمه مدة طويلة ليه ما استخدموش مدة طويلة إحنا قلنا أنه هو فقير في الحديد وفي الألياف لتنين دول وأنا محتاجة للحديد ومحتاجة الألياف والألياف لو أنا استخدمت النظام ده فترة طويلة ممكن يحصل للمريض إمساك يبقى لا يستخدم الغذاء السائل الكامل فترة طويلة عشان فقير في الألياف وبالتالي ممكن يحصل للمريض إمساك ليه؟ عشان خلوه من الألياف أو نسب الألياف اللي فيه تكاد تكون معدومة نيجي للأخير اللي هو السائل الرائق من اسمه ده بنستخدمه فترة قصيرة جدا ما تزيدش عن يومين مش أكتر من كده لا تزيد عن يومين لا تزيد عن يومين ليه؟ هو ما فيهوش أي حاجة خالص بيتكون من أغذية سائلة رائقة محدود في قيمته الغذائية محدود محدود في قيمته الغذائية وبالتالي ما ينفعش إن أنا أقعد عليه مريض فترة طويلة هم يومين وأقل من يومين كمان لو قدرنا بديه إمتى بعد العمليات ناس اللي هي عندها صعوبة طبعا في البل مضغوا البل عدم تحمل الغذاء المؤقت طبعا زي حينما قلنا ما ينفعش فترة طويلة ممكن أحد مثلا عنده غسيان قيق انتفاخ أو إسهال قبل ما بعمل بعض الاختبارات التشخصية ليه عشان أقلل من حجم الإخراج أو الكتلة اللي موجودة في القونون قبل العمليات وبعدها مباشرة عشان أحافظ على توازن الأملاح والمية في الجسم يبقى السائل الرائق هو عبارة عن سوائل شفافة محدودة في قيمتها الغذائية ما ينفعش أستخدمها أكتر من يومين باستخدمها للناس اللي عندها صعوبة في المضغ والبلع أو عدم تحمل الغذاء المؤقت لمريض مثلا عنده غسيان عنده قيق عنده انتفاخ أو إسهال قبل الاختبارات التشخصية ليه عشان أقلل حجم الإخراج أو حجم الفضلات اللي موجودة في القونون قبل العمليات وبعدها مباشرة عشان أحافظ على توازن الأملاح والمية في الجسم إيه الأغذية المسموح بيها بقى في الرائق ده كل حاجة سوائل شفافة مية تلج ممكن شاي بس من غير سكر مشروبات غزية تكون ريئة عصير فواكه بس احنا مصفيينه شايلين منه كل الألياف اللي موجودة ممكن جيلاتين ممكن شرمة مصفيينها ممكن قهوة منزوعة الكافيين طيب عندنا بقى سؤال بنقول إيه هو النظام الغذائي المتدرم إيه هو النظام؟ النظام الغذائي من اسمه غذائي المتدرم أفضل حاجة أو أفضل مثال عشان مش تنسوه الناس اللي خارجين من العمليات لما بيطلع من العملية ويسمحوا له بديله إيه؟ غذاء رائق بديله إيه؟ رائق تمام؟ بعد الرائق قلنا فيه كامل سائل كامل سائل كامل بعد السائل الكامل فيه لين بعد اللين خلاص أرجعه للاعتياد تاني يبقى هو ده إيه؟ التدرم طيب بعمل التدرم ده إمتى؟ بعمله عشان يعني كل ما حالة المريض تتحسن أقوم إيه؟ أشتغل يبقى تاني الغذاء المتدرج النظام الغذائي المتدرج نظام الغذائي المتدرج النظام الغذائي المتدرج بنقول حسب تحسن حالة المريض هو أبارة عن نظام نتدرج فيه من إطعام المريض طبعاً لتحسن حالته الصحية بنبدأ بالغذاء الشفاف تمام؟ بعد كده السائل الكامل وبعدين اللين ورجعه للاعتياد تاني هو ده النظام الغذائي المتدرج يبقى احنا تاني بنقول التغذية الفمية أبارة عن الروتيني خلاص الغذاء الروتيني وبعدين والاعتيادي أو الغذاء الروتيني ده أبارة عن غذاء اعتيادي ومعدل القوام الغذاء الاعتيادي ده خلاص احنا عارفينه بنسميه الطبيعي بنسميه العام وده أكثر استخدامه مش بحتاج أي تعديل في القوام الأكل العادي خلص اللي بمكله المعدل القوام ده من أول نعدل الاعتيادي إلى يا أم ملايين اللي هو طري ومهروس وبعدين السائل الكامل والسائل الرائق النظام الغذاء المتدرج ده بشوف حسب حالة المريض وتحسن حالته فابدأ أدرجله من الشفاف أو الرائق للسائل الكامل اللي لغاية ما وصله للاعتيادي ترجمة نانسي قنقر